اهلا بكم معكم نورة سعلي ونستمر مع فيديوهاتنا وموضوع الفيديو اليوم الرئيسي هو كورس مختصر عن كافية استخدام استرابي من التثبيت لكافية الاستخدام لكن اتمنى ان تستمع لي لدقيقة ايضا ولا تغلق الفيديو اذا كنتك غير مهتم بالسترابي لا تغلق الفيديو استمع لي لمدة دقيقة من بعد اذنك طبعا الموضوع اليوم هو اننا سنتعلم استخدام هذه التقنية لكن ايضا سنتعلم استخدام مفهوم هذه التقنية التي يمكن ان نستخدمها او نستخدم هذه التقنية او نستخدم مفهوم هذه التقنية في اكثر من مكان وهو فعليا مستخدم في اكثر من مكان فانت كمطور ويب المعلومات التي ستجدها في هذا الفيديو ستكون مفيدة لك سواء استخدمت استرابي أم لا تستخدم استرابي فما هو الشيء الذي ستتعلمه في هذا الفيديو بكل بساطة بداية نحن سنقوم بتثبيت استرابي سنتحدث عن كيفية إنشاء ديتا معينة وإضافتها لسترابي ثم القيام بإنشاء API لتقوم استرابي بإنشاءها بشكل أوتوماتيكي لنا وبعد ذلك يمكننا الوصول لهذه النقاط لأي بي آي المختلفة لعرض الديتا التي أدخلنا عبر استرابي فبشكل سريع جدا نحن سنصل لهذه النقطة أننا سنقوم مثلا بإضافة ديتا خاصة بالرسبي فمجرد أننا نقوم بإذهاب لرابط الأي بي آي الذي تم إنشاؤه عبر استرابي سنحصل على كل الوصفات هنا بصيغة جيسون فأيضا سنتحدث عن جيسون قليلا في هذا الفيديو سنتحدث عن نقاط الأي بي آي المختلفة التي هي get, post, delete و vote سنتحدث عن هذه الأمور المهمة لأي مطور ويب وليس لمطور استرابي فقط أيضا هذا الفيديو مهم جدا لأنك يعطيك فكرة عن الback end لأي موقع فعليا فأنت تعلمت كثيرا في هذه القناة عن الfront end أو كيفية تعرض الأشياء بالواجهة الأمامية مثلا تعلمت تقنية view تعلمت تقنية react وهناك كثير من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها كfront end لتعرض الأمور على الواجهة الأمامية لكن ماذا لو أردت مثلا أن تقوم بجلب البيانات التي تريد عرضها بreact وview من خلال مكان معين فعليك مثلا إذا أردت مثلا أن تقوم بإنشاء موقع عن الريسيبيز أو عن الوصفات وصفات الطعام مثلا فأنت تحتاج أن تجلب ربما تقول أنا بview أو بreact سأضع صورة الوصفة هنا الثمنيل هنا وسأضع title الوصفة هنا سأضع description هنا سأضع هنا الingredients وسأقوم بإنشاء react component وأضع في هذه الأشياء أو view component أو angular component وأضع في هذه الأشياء وأقوم بعرضها فإذا هذه فكرة العرض هذه الفرونت أنت لكن ماذا من أين أجلب هذا title من أين أجلب هذا description من أين أجلب هذه الingredients لهذه الوصفة من أين أجلب هذه الصورة فيمكن أن أقوم بماذا بإضافة هذه الوصفات بdatabase معينة وثم أقوم بطلب من الdatabase بreact مثلا أو بview وأطلب من الdatabase أعطني الوصفة رقم واحد أعطني كل الوصفات أعطني الوصفات النباتية وإلى ذلك أقوم بإنشاء هذه الطلبات فعندما أقول أنا مثلا get all recipes فأنا أقول أو أجلب لي كل الوصفات فأنا فعليا أقوم بطلب get وطلب get بمعنى آخر مرة أخرى سأريكم شيء الآن هذه مجرد مقدمة طلب get يعني ماذا عندما نذهب الآن سأجلب أن تحمل هذا البرنامج سأخبرك عنه لكن الآن كفكرة رئيسية طلب get فهو http request method يعني طريقة لطلب المعلومات من خلال http أو عبر http فأقوم بإضافة هذا الـ URL الخاص الذي عندما أقوم أنا بالطلب منه سيجلب لي مثلا كل الوصفات هنا يجلب لي الوصفة رقم 7 إذا ذهبت إلى كل الوصفات فيجب أن يكون مثلا بدون رقم 7 فيجلب لي كل الوصفات فالآن السؤال الآن السؤال كيف أقوم أنا بإنشاء هذه النقطة يعني الآن هذه النقطة النقطة التي أقوم بالطلب منها وأجلب كل الوصفات هذا شيء سهل ومفهوم لكن ماذا لو أردت مثلا أن أقوم بإنشاء هذه النقطة فكيف أقوم بإنشائها هناك كثير من الطرق لذلك في وقت سابق قمنا باستخدام express يمكن أن نستخدم Apollo client Apollo أيضاً لـ GraphQL وثم هذا كله يجب أن يكون هذا يعني طبقة أولى أو layer واحد التي بعدها يجب أن تكون الـ Database التي يمكن أن تكون Mongo DB يمكن أن تكون MySQL ويمكن أن تكون PostgreSQL يمكن أن تكون Oracle ويمكن أن تكون أي شيء فأساً اليوم ما هو الشيء الذي سنقوم به فعلياً أننا سنستخدم هنا في هذه النقطة هنا لإنشاء الـ API سنستخدم Strapi Strapi الشيء الذي تقوم به هو أنها سنقوم بإنشاء نقاط الـ API المختلفة وأيضاً سنستطيع إضافة البيانات هنا لـ Strapi كأنها أيضاً هنا لدينا Database فإذاً ننشئ نقاط الـ API وأيضاً ندخل البيانات هذا الشيء الذي سنتعلمه اليوم فإذاً مرة أخرى أنا سأقوم بمسح كل شيء كتبته وأكرر الفكرة حتى تكون واضحة بالنسبة لنا فإذاً بداية العرض مثلاً هنا هذه الفرونت أند هذه الفرونت أند بالفرونت أند سأجد مثلاً title recipe موجود طبعاً إذا قلنا نتحدث عن وصفات الطعام والdescription مثلاً و title recipe أخرى و description هذه هي طريقة العرض تريد أن تعرض الوصف أولاً ال description أولاً description على اليسار الوصف على اليمين إلى آخره أو title على اليمين أنت حر هذه هي طريقة الترتيب لـ front end يمكن أن تستخدم هنا تقنيات مثل react مثل view وأيضاً مثل nextjs ويمكن أن تستخدم html عادي أيضاً ومع javascript عادية plain يعني javascript جيد لكن هذه البيانات من أين ستأتي؟ ستأتي من هنا ستأتي ستأتي من ال back end عفواً أنا لا أتحكم كثيراً بالكتابة ستأتي من ال back end وإذاً هذه البيانات ستأتي من ال back end فهنا كيف ستأتي من هنا سيتم طلب طلب من ال front end لل back end سيتم طلب مثلاً get أجلب لي كل الوصفات أو أضف وصفة من ال front end تقوم بإنشاء form أضف وصفة أو تعديل وصفة مثلاً أو حذف وصفة فإذاً هذه هي الطلبات ال API التي يمكن أن تطلبها من ال front end لل back end فإذاً هذه ال API نقاط ال API بال back end بدورها ماذا تفعل؟ تأخذ هذه الطلبات وتقوم بالبروست لهذه الطلبات أو معالجة هذه الطلبات فمثلاً جاءها طلب get كيف ستستجيب لذلك؟ فهنا يجب أن يتم تثبيت تقنيات هنا معينة لذلك يمكن ال back end أن تكون مؤلفة من أكثر من layer كما قلت قبل قليل لكن layer النهائية ستكون هي عبارة عن database المكان الذي يوجد فيه فعلياً البيانات وهنا بال back end في حالتنا الآن في ال back end هذا ستكون strappy سنستخدم هذه التقنية كما قلت هذا الفيديو سنتحدث عن strappy بشكل خاص لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنكم شاهدت الفيديو إذا كنت غير مختم بstrappy لأنه سنتعامل مع مفاهيم هذا هو المفهوم الأساسي و strappy هو التطبيق هنا في حالتنا يمكن أن تستبدأ strappy بشيء آخر لكن طالما فهمت أن هنا لدينا database هنا لدينا front end هنا لدينا هذا بحد ذاته شيء كبير أنت تفهمه و ثم يمكنك استبدال التقنيات يعني مثلا front end تستبدأ react بview بnext إلى آخره database لديك خيارات database وال back end هنا أو نقاط ال API يمكنك أن تستبدأ التقنية لتساعدك على إنشائها أو التعامل معها أو معالجتها فجيد فالآن strappy كما قلت هي موضوع الفيديو strappy اسمها headless cms headless cms cms يعني content management system يعني نظام إدارة محتوى يعني تساعدنا strappy لإدارة المحتوى طيب كيف ذلك strappy اسمها أيضا headless ماذا يعني headless headless أن strappy لا تهتم بطريقة العرض يعني مثلا أنا هنا عرضت بهذا الشكل بريعاك ببيو بنيكست جي اس بشيء آخر لا يهم strappy هذا الموضوع strappy لا تهتم بهذا الموضوع strappy تهتم فقط بإنشاء النقاط هذه المختلفة وعرض الديتا فيها وهي سيام مثلا أنه يمكنك إدخال content فيها محتوى فيها فإذن تطبيقنا اليوم سيكون حول recipe recipe وrecipe يعني وصفة طعام وسنقوم بإنشاء نقاط كلها نقاط الابي كلها الget الابديت طبعا الget اكتب post و delete طبعا أنا لن أنشئها بنفسي ستنشئها لي لكن سنتعلم كيف إضافة ذلك من خلال strappy وأيضا سنقوم بإضافة محتوى بداخل محتوى لهذه الوصفات من داخل strappy لن يكون هناك كود اليوم يعني لن نقوم بإضافة أي كود وفقط سنقوم بتعامل مع واجهة رسومية بداية سنثبت بالأكواد لكن لن يكون هناك كود بالنهاية وإذا تعمقت بموضوع strappy فبالنهاية ستكتب أكواد إذا تعمقت لكن ليس في هذا الفيديو إذا أصبحت مطور strappy فعليك أنت تعلم البرمجة بها لكن كما قلت بالبداية وكرر يوم لنتعامل مع هذا الموضوع إذا كنت تتابع هذا الفيديو من مسار nextjs فهذا جيد لأن strappy يمكن أن تكون back end لnextjs فnextjs تهتم بطريقة العرض أما strappy فتقوم بإضافة النقاط المختلفة بإضافة المحتوى فيمكنك أن تضيف المحتوى من خلال strappy وتضيف بالنسبة لnextjs تضيف طريقة العرض من خلال nextjs ومن nextjs تطلب من strappy المعلومات اجلب لي الوصفات اجلب لي وصفة رقم 5 احدف الوصفة رقم 10 وهكذا مثل هذه الطلبات و أما بشكل طبيعي يفترض أن تشاهد هذا الفيديو ضمن ما صار headless cms والذي سنتحدث فيه عن هذه سنتحدث فيه عن strappy وأيضا فكرة headless cms وكيفية ربطها مع wordpress وأيضا مع nextjs فإذن هذا فقط الآن لمتطلبات الفيديو فإذن حتى تتابع هذا الدرس يجب أن يكون لديك بداية nodejs مثبت لأنك كما تعرف أننا نحن مطورين javascript يعني nodejs يجب أن تكون لدينا موضوع يعني من المسلمات بالنسبة لنا وبالتالي لديك أن يكون node وعليك أن تعرف كيفية التثبيت ب npm وبداية نحن عندما نثبت سنستخدمها سنذهب إلى موقع وهنا سنقوم بنسخ هذا الأمر ونقوم بتثبيت استرابي بهذه الطريقة فعليك أن يكون لديك node ولديك npm الموضوع الثاني هو هذا البرنامج الذي اسمه نسوميا فيجب أن تقومون بتثبيته هذا البرنامج هو البرنامج الذي سنقوم بطلب API منه إذا كان أديك برنامج آخر بعض الأشخاص يستخدم postman جيد جدا بعض الأشخاص يستخدم postwoman سمعت عنها postwoman هناك postman وبostwoman نفس الفكرة أن كيفية الطلب من نقاط API واختبار API من خلال مثل هذه البرامج فإذا مثل هذا البرنامج جيد جدا إذا لم يكن لديك فقم بتثبيته طبعا مرة أخرى التثبيت يجب أن يكون أيضا من الأشياء التي أنت تعرفها وليس موضوع أنا سأخذ بتدريس كيفية التثبيت فأنت تثبت طبعا التثبيت موجود على Windows يمكنك أن تذهب الآن Windows إذا كنت تستخدم Windows فيمكنك أن تثبت سهل جدا يعني الموضوع ليس صعب ويمكنك أن تقوم به فإذا هذه كل التحميلات أنت تختار .exe وهو الذي خاص بWindows وإذا كان نظامك مختلف فأنت تختار حسب نظامك وتقوم بالتثبيت البرمجية هذا وبعد التثبيت ستظهر لك هنا طبعا أنا استخدمتها وبالتالي تظهر بهذا الشكل لكن فعليا يعني ستظهر تقريبا بهذا الشكل الآن سنتركها ونكمل مع الفيديو الآن سنثبت سترابي فسنذهب لي وكما قلت أن سنستخدم الأمر أي أمر سنستخدم هذا الأمر وبالتالي سأقوم بنسخه بهذا الشكل سهل جدا يمكنك أن تطبعه وأنت وأضعه هنا ولاحظوا هنا ماي بروجيك تمكنك أن تسميها أي شيء أنا أسميتها سترابي أنا أنشأتها قبل قليل وأسميتها سترابي بهذا الشكل فأنا قمت بإدخال هذا الأمر وقمت نقل على وسمت عملية تثبيت عملية تثبيت تأخذ بعضنا الوقت فاصبر فالتالي أنا سأتوقف الآن وثم نكمل بالقسم التالي ترجمة نانسي قنقر